يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والخمسون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك لازال كلامنا يتواصل في تفاصيل آخر عنوان من عناوين مرحلة الظهور نهاية مرحلة الظهور العناوين الفرعية ثناثة العنوان الأول وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه مر الكلام بخصوص هذا العنوان العنوان الثاني المهديون الاثنى عشر لا زال الكلام يتواصل بخصوص هذا العنوان العنوان الثالث رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات على سيد الشهداء سيأتي الكلام تباعاً بخصوص العنوان الثالث خلاصة ما تقدم في الحلقة الماضية فيما يرتبط بالمهديين الاثنى عشر إنهم أئمة لكن إمامتهم فرعية إنهم معصومون لكن عصمتهم سلوكية كعصمة الأنبياء لو لم يكونوا معصومين لما خصصوا بالذكر ولما جعل لهم العدد نفسه الذي هو للأئمة المعصومين الذين يحكمون الناس لابد أن تتذكروا من أن سلسلة الإمامة الأم هي سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة أئمة الأئمة فاطمة وبعد ذلك الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا سلسلة الأئمة المعصومين الإثني عشر والتي تبدأ بسيد الأوصياء وتنتهي بقائم آل محمد هذه سلسلة الأئمة الذين يحكمون الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حكمهم سيتجلى كاملا في الرجعة الكبرى أما حكم القائم في اليوم الأول فإنه مقدمة وبوابة للرجعة الكبرى يا أيها الشيعة أعرف عقائدكم وتعلموها أيام الله ثلاثة يوم القائم مقدمة مقدمة ليوم الرجعة ويوم الرجعة مقدمة ليوم القيامة الكبرى وكل يوم من هذه الأيام له شؤونه وخصائصه ومقاماته وتجلياته التي ترتبط بسادته فكل يوم يتجلى فيه ما يتجلى من مقامات سادة ذلك اليوم اليوم الأول يوم القائم سيده قائم آل محمد سيتجلى في ذلك اليوم ما يتجلى من مقاماته وشؤونه صلوات الله عليه يوم الرجعة الكبرى تتجلى في هذا اليوم مقامات محمد وآل محمد جميعاً لكن التجلي الأعظم سيكون لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله في آخر عصر الرجعة العظيمة إنها الدولة المحمدية العظمى هذا الكلام مر علينا في برامج سابقة ومر علينا في طوايا الحلقات المتقدمة ذكرته إجمالاً في هذا البرنامج لأن البرنامج مخصص لشؤون اليوم الأول اليوم الثاني لا أتحدث عنه في هذا البرنامج إذا ما ذكرته فإنني سأذكره بنحو عرضي المهديون الاثنى عشر مجموعة مرتبطة باليوم الثاني وليس باليوم الأول وما مر في رواية الوصية من أن قائم آل محمدين سيوصي إلى ولده إلى المهدي الأول هذه مرحلة برزخية انتقالية وإلا فإن اليوم الأول ينتهي تماماً بوفاة قائم آل محمد لكن الأمر سيكون برزخياً لأجل الانتقال إلى اليوم الثاني اليوم الأول هو يوم القائم وسينتهي وسينتهي بوفاة القائم واليوم الثاني هو يوم الرجعة ويوم الرجعة هو يوم محمد وآله محمد وسيرجع القائم أيضاً في اليوم الثاني في الرجعة الكبرى لأن الرجعة التي هي من شؤون يوم القائم هي رجعة صغرى هي رجعة صغرى الرجعة الكبرى تختلف اختلافاً شهسعاً وواسعاً وكبيراً وعظيماً عن الرجعة الصغرى التي إذا أردنا أن نقيسها بالرجعة الكبرى فهي لا تعد بشيء لأن الرجعة الصغرى شأن من شؤون اليوم الأول من شؤون يوم القائم ويوم القائم ينتهي بوفاة القائم صلوات الله عليه ما يكون من الوقاع والأحداث قبل ابتداء الرجعة العظيمة إنه حال برزخي لكي ننتقل من اليوم الأول إلى اليوم الثاني ومن هنا فإن المهديين الاثني عشر ما هم من شؤون اليوم الأول إنهم من شؤون الرجعة العظيمة أئمة إمامتهم فرعية معصومون عصمتهم سلوكية العصمة السلوكية عصمة جزئية لماذا؟ لأن العصمة مدارها مدار العلم أنا لا أتحدث عن عصمة في الأقوال والأفعال والحالات النفسية فيما يرتبط بالشؤون الشخصية للإنسان هذه عصمة جزئية العصمة الحقيقية حينما يكون المعصوم على علم مطلق وهذا ليس موجودا إلا في محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم آيات الكتاب الكريم هي التي حدثتنا عن ذلك ليس المقام للحديث في هذا الموضوع لكن القرآن بنحو قطعي أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط قرآنهم حدثنا بنحو قطعي بأن العلم المطلق خاص بهذه المجموعة بالأئمة الأصل بمحمد وعلي وفاطمة وبولد فاطمة من المجتبى إلى القائم سائر المجموعات الأخرى التي امتدحها القرآن والتي نحن نواليها ونوالي أولياءها ونتبرأ من أعدائها هذه المجموعات علمها محدود علمها محدود وعلمها مجازي ما هو بعلم حقيقي العلم الحقيقي محصور بالمجموعة الأولى بمحمد وآل محمد المراد من العلم المجازي أن الإنسان يمتلك المعلومات والتي هي صور صور تكون في وعي الإنسان في إدراك الإنسان لأن المعلومات بذاتها لا يمكن أن توجد في ذهن الإنسان وإنما الذي يوجد في ذهن الإنسان صور المعلومات أما محمد وآل محمد إنهم يحيطون بالمعلومات أنفسها في مستوى من المستويات عندهم صور لهذه المعلومات ومستوى دقة هذه الصور ومستوى عمق هذه الصور ومستوى حقيقة هذه الصور يختلف عن الصور التي عند الأنبياء وعند غيرهم وفي الوقت نفسه فإن محمدا وآل محمد لهم إحاطة بالمعلومات نفسها وذل كل شيء لكم هناك سلطة محيطة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هناك رؤية إحاطية هذه الرؤية تحيط بالمعلوم نفسه لا بصورة المعلوم فارق كبير فارق كبير كيف أحدثكم البرامج ليس منعقدا للحديث عن علم محمد وآل محمد فارق كبير فارق كبير علماء الشيعة لا يعرفون محمدا وآل محمد مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا العصمة مدارها مدار العلم فارقوا فارقوا بين عصمة الأنبياء التي تعني صدقهم في أقوالهم وأفعالهم التي تعني أنهم لا يخطئون في أقوالهم وأفعالهم وإذا ما سئلوا وأجابوا فإنهم يجيبون إجابة معصومة صحيحة لكن ليس بالضرورة أن يجيبوا على كل سؤال وحتى لو أجابوا على كل سؤال فإن أجوبتهم تعود إلى صور عن المعلومات ولا يمتلكون إحاطة بالمعلومات نفسها ذاتها لا يمتلكون هذه الولاية والسلطة إذا أتيحت لهم ولاية تكوينية فهي جزعية فهي جزعية محدودة بحدود ما يجازون فيها من محمد وآل محمد من صاحب الولاية العظمى والولاية الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله عصمة محمد وآل محمد هي التي ذكرها إمام زماننا صلوات الله عليه في دعاء شهر رجب وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة هذه هي عصمة محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه عصمة محمد وآل محمد فأين يوجد مخلوق إن كان من الأنبياء أم من الملائكة أم من سائر الكائنات تكون عصمته بهذا المستوى هذه عصمة خاصة بمحمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله لأن عصمتهم هي 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 عصمة الله الله هو الذي أعطاهم يضيركم هذا يؤذيكم هذا الله هو الذي أعطاهم وهم الذين أخبرونا نحن لا علم لنا بما جرى ويجري هم الذين أخبرونا هذا هو تعريف العصمة من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها لا فرق بين الله وبين محمد وآل محمد إلا أنهم عباده وخلقه مخلوقون هم عبيده لكنه هو الذي أعطاهم كل شيء لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع لكنني أريد أن أبين للذين يتابعون هذا البرنامج من أن الحديث عن محمد وآل محمد لا يمكن لا يمكن أن نجعل حديثاً أخرى عن أي مجموعة أخرى يكون مقارباً يكون مقارباً في مضمونه أو معناه المهديون الأثنى عشر أئمة إمامتهم فرعية معصومون عصمتهم سلوكية كعصمة الأنبياء مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنهم قوم من شيعتنا أكانوا من ولد القائم أم كانوا من ولد الحسين بنحو مباشر فولد القائم هم ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه قطعاً المهدي الأول منهم هو ابن صاحب الزمان لحسب ما مر علينا في الروايات والأحاديث وهو الذي اسمه أحمد واسمه عبد الله هو أول المقربين أول المقربين عند من؟ أول المقربين عند الحسين هو أول المؤمنين أول المؤمنين بماذا؟ إنه أول المؤمنين بالحسين لأن الحسين هو سيد الرجعة لأن الحسين هو مدار الوقائع والأحداث دققوا النظر معي يا أيها الذين تقولون إننا شيعة اليوم الأول اليوم الأول من أيام الله هو يوم القائم روح هذا اليوم الثأر الحسيني نحن لا نتحدث عن ثأر قبائلي أو عشائري حسيني إنما كل مجريات مرحلة الظهور تمثل ثأر الحسين حينما نتحدث عن الثأر الحسيني فإننا لا نتحدث عن الثأر الحسيني بهذا الفهم الذي ينظمه الشعراء وكأن المشكلة مشكلة عشائرية قبائلية من جهة الأحداث والوقائع نحن لا ننكر هذا الجانب في جهة من الموضوع لكن المشروع المهدوي الأعظم روحه ومحركه وزيت طاقته هو الذي جرى في كربلاء ولباب لباب لباب شعارات مرحلة الظهور المهدوي يالثارات الحسين هذا هو لباب شعارات مرحلة الظهور المهدوي يوم القائم روحه 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 الحسين يوم القائم قلبه قلبه الحسين يوم القائم عطره الحسين والقائم هو الحسين والحسين هو القائم هل هناك من فارق ما بين القائم وبين الحسين ولكن الذي يؤكد هذه الحقيقة من أن الحسين سيكون موجوداً في مرحلة الظهور في أواخرها وسأقرأ عليكم الروايات والأحاديث فمرحلة الظهور ستتزين في أواخرها بوجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي سيتولى الأمر من بعد قائم آل محمد لأن الرجعة ستبدأ بعد وفاة قائم آل محمد والرجعة الرجعة عنوانها الرئيس حسين حسين لأن الرجعة الكبرى أتحدث عن اليوم الثاني عوض عن قتل الحسين الحسين هو سر هذه الأيام حتى إذا ذهبنا إلى القيامة الكبرى فإن الحسين عنوان وسيع هناك كلنا 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 سفن النجاة كلمة الصادق صلوات الله عليه كلنا 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 سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع كلنا كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع سلام 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 على السفينة الأسرع وسلام وسلام على الباب الأوسع سلام عليك يا حسين الحسين هو العنوان الأول في هذه الأيام فهل تتوقعون أن هذا الإصرار من قبل رسول الله من قبل أمير المؤمنين من قبل الزهراء من قبل الحسن المجتبى من قبل سائر الأئمة المعصومين هذا الإصرار على أن الذكر يكون دائما للحسين هذا الأمر جزافي هذا الأمر مزاجي حقائق التكوين ترتبط بأيام الله وأيام الله مدارها حسين مدارها حسين الموضوع كبير يمكنكم أن تعودوا إلى برامج المفصلة حول سيد الشهداء هناك العديد من البرامج المفصلة حول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حول شؤونه أنا لا أتحدث عن ذواتهم لأنني لا أفقه شيئا في هذا المجال إنما أتحدث في شؤونهم كل أحاديثي ليست عن ذواتي محمد وآل محمد هذا أمر أنا أجهله هذا أمر الله يعرفه وهم يعرفونه ولا يوجد ثالث يمكنني أن أقول بأنه يعرفه ذواتهم الله يعرفها وهم يعرفونها أنا وأنتم وأمثالنا وحتى الأنبياء وحتى الأنبياء إنهم يعرفون شؤونهم ونحن نتنافس في معرفة شؤونهم فكل الحديث في كل برامج هو حديث في شؤونهم صلوات الله عليه على أي حال كل هذا الكلام أردت منه أن أميز لكم ما بين الأئمة الأصل وما بين الأئمة الذين إمامتهم فرعية إنهم من شيعة محمد وآل محمد قوم من شيعتنا هذه الجملة من كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه تلخص كل هذا الحديث إنهم قوم من شيعتنا هؤلاء هم المهديون نذهب إلى فاصل جمال الأسبوع جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من الكتب المعروفة لابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق إنها الطبعة الأولى دعاء مفصل مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ من صفحة 311 الدعاء طويل أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الدعاء صفحة 313 الدعاء الدعاء من أدعية الفرج من الأدعية التي ترتبط مضامينها بقائم آل محمد صلوات الله عليه في شؤون غيبته وشؤون ظهوره مما جاء في هذا الدعاء اللهم وصلي على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسنت إليهم من أمر دينك واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا هذا العنوان مر علينا في الحلقة الماضية في صلاة أب الحسن الضراب وفي دعاء مروي عن إمامنا الرضا قرأت ذلك عليكم من مفاتيح الجنان وبينت لكم من أن ولاة العهود هذا العنوان لا علاقة له بالمهديين الذين يشرحون هذا العنوان بالمهديين الاثني عشر لا فقه عندهم لا يفقهون كلام العترة الطاهرة المراد من هذا المصطلح من ولي العهد هو الذي أصدر الإمام الحجة صلوات الله عليه قرارا بتنصيبه في حكومة على الناس في شأن من شؤون الولاية والإدارة صدر القرار بتعينه وأعطاه الإمام القانون الذي يعمل به وهو العهد يقال له ولي العهد من أنه مسؤول عن هذا القانون الذي يريد الإمام منه أن يعمل به وذكرت لكم مثالا إنه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر هذا مثال معروف ومعروف جدا نحن هكذا نقرأ في الروايات والأحاديث ومرة هذا الحديث علينا في الحلقات المتقدمة إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً يقول عهدك في كفك في زمانه أمير المؤمنين أمير المؤمنين كان يكتب العهودة على الورق كان يكتب العهودة على الجلد على ما كانوا يكتبون عليه لكن في زمن القائم فإن الأمر سيكون مختلفاً جداً إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها وحدثتكم عن هذه التقنية الفائقة فيما مر من حلقات هذا البرنامج هذا الذي يقال له هذا هذا ولي العهد هذا عنده عهد من الإمام وهو مسؤول عنه هو الذي يتولى أمر هذا العهد فهؤلاء هم ولاة العهود إنهم وزراؤه إنهم عماله إنهم موظفوه إنهم الذين يعينهم أيام حياته أيام حكومته لإدارة شؤون البلاد والعباد هؤلاء هم ولاة العهود فهذه الأدعية لا تتحدث عن المهديين وإنما تتحدث عن أنصار الإمام وأعوانه الذين نصبهم في مقامات حكومية معينة وأوكل إليهم من الأمور ما أوكل إليهم اللهم وصلي على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسنت إليهم من أمر دينك واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا وصل على آبائه هنا ستكون الصلاة على الأئمة الأصل ولا ذكرى للأئمة المهديين في هذا الدعاء وصل على آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين اللهم فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأولاة أمرك وخالصتك من عبادك وخيارتك من خلقك وأوليائك وسلائل أوليائك وصفوتك وأولاد أصفيائك صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم أجمعين هذه الكلمات بخصوص الأئمة المعصومين الأصل الذين إمامتهم حقيقية وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والوصيين في سائر الديانات المتقدمة وفي سائر ما سيكون وسيأتي فإن إمامتهم مجازية بالقياس إلى إمامة محمد وآل محمد لأن إمامتهم فرعية وأحاديثنا صريحة وواضحة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة وولاية محمد وآل محمد هذا الموضوع من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة كامل الزيارات لابن قولويه القموي المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب الثامن في الصفحة السادسة والعشرين الحديث الحادي عشر بسنده بسند ابن قولويه عن أبي بكر الحضرمي وهذا الرجل يروي عن الباقري ويروي عن الصادق أيضا قال قلت له قال للإمام الباقري أو للإمام الصادق قال للمعصوم صلوات الله عليه لأن السند جاء مترددا بين الصادق أو الباقر حتما هذا التردد من قبل الرواتي الذين نقلوا عن الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر الحديث حديثهم حديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله هو حديث الله سبحانه وتعالى إنه ما ينطق عن الهوى فكل حرف من حروفه هي من حروف الله سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى أبو بكر الحضرمي يسأل الإمام صلوات الله عليه أي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عز وجل يشير إلى مكة وحرم رسوله صلى الله عليه وآله يشير إلى المدينة فقال الإمام الكوفة الكوفة يا أبا بكر إنه أبو بكر الحضرمي الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسليين هناك متفون أبونا آدم في النجف الكوفة هي النجف وهناك متفون أبونا نوح أيضا إنه أبونا الثاني أبو البشرية الثاني ألا تسلمون يا معاشر الشيعة حينما تزورون أمير المؤمنين في النجف تسلمون على سيد الأوصياء وتقولون له السلام عليك وعلى ضجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح هذه هي الكوفة فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين فالأنبياء فالأنبياء منهم مرسلون ومنهم غير مرسلين فقال الكوفة يا أبا بكر إنه أبو بكر الحضرمي هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين والأوصياء الصادقين وفيها مجد سهيل الذي نعرفه بمجد السهلة مجد السهلة هو مجد سهيل وفيها مجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه ومنها من الكوفة من الكوفة يظهر عد الله لأنها عاصمة قائم أهل محمد إنها عاصمة الكون عاصمة الكون لأن دولة قائم أهل محمد هي دولة الكون ما هي بدولة الأرض هي الدولة التي ستمازج ما بين عوالم الغيب وعوالم الشهادة ومر الكلام في هذا الموضوع في تفاصيل الحلقات المتقدمة ومنها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمه والقوام من بعده القوام من بعده أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء هم القوام من بعده وفيها يكون قائمه والقوام من بعده الذين يفهمون هذا التعبير بخصوص المهديين الاثني عشر يسيئون فهمه لأن الأصل بعد قائم آل محمد هو الحسين العناوين البقية ستكون منطوية في أثنية الحسين وفيها يكون قائمه والقوام من بعده إنها الرجعة الكبرى وهي منازل النبيين الحديث عن الكوفة وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين أعتقد أن صورة صارت واضحة ومع ذلك فإنني سأضيف ما أضيف من التوضيحات غيبة الطوسي إنه محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة مؤسس المذهب الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين إنه شيخ الطائفة شيخ الطائفة الطوسية هذا ما أعتقده وأثبته بالأدلة والوثائق والحقائق غيبة الطوسي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن الحسن ابن علي الخزاز قال دخل علي بن أبي حمزة هذا الذي قال الذي قال له إمامنا الكاظم من أنك حمار أنت وأتباعك أشباه الحمير هذا هو الذي أسس الدين الواقفي اللعين على أي حال وبالمناسبة هذا ابن أبي حمزة البطائني كان تلميذا عند أبي بصير وهو الذي كان يقود أبا بصير إلى بيت الإمام الصادق صلوات الله عليه لأن أبا بصير كان ضريراً دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام لأن البطائنية هذا كان ينكر إمامة الإمام الرضا مع أنه كان من مراجع الشيعة زمن إمامنا الكاظم وكانت أموال الإمام الكاظم عنده الشيعة كانت تسلم الأموال الشرعية للبطائني هذا والذي سرقها بعد استشهاد إمامنا الكاظم وأسس ديناً إنه دين الواقفة اللعين حيث تبعه كل أصحاب العمائم وبقوا على دينهم هذا وماتوا قليل منهم رجعوا عوام الشيعة رجعوا إلى إمامنا الرضا أما أصحاب العمائم فبقوا على دين الضلال هذا وماتوا على ضلالهم وكثير من الروات الذين أنقلوا لكم أحاديثهم هذه الأحاديث تحدثوا بها أيام هداهم ولكنهم بعد ذلك ضلوا ضلوا إمامنا الرضا إمامنا الرضا كان يصفهم بأنهم كلاب ممطورة والكلاب الممطورة كثيرة في زماننا هذا دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام قال نعم فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول إنه صادق صلوات الله عليه يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب هذا المصطلح هنا مصطلح خاص بثقافة العترة الطاهرة هذا الكلام يدخل في دائرة معارض كلامهم حينما تأتي الروايات وتتحدث عن أن الإمام لا بد أن يكون له عقب المراد من العقب هنا أن يكون من بعده إمام معصوم وليس الحديث عن مطلق النسل إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب تقرأ عقب بكسر القاف وتقرأ عقب أيضاً بتسكين القاف والقراءتان صحيحتان لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال إمامنا الرضا أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر ليس هكذا قال جعفر الصادق صلى الله عليه إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا عقب له لا إماما تكون إمامته أصلية من بعده الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو قائم أهل محمد فإن الحسين يخرج في آخر زمانه ليس هكذا قال جعفر إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب له ولد يكون إماما من بعده إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا عقب له لن يكون من ولده من هو إمام بعنوان الإمامة الأصل ولذا فإن المهدية الأولى بحسب ما عرفته الأحاديث هو مهدي إمامته فرعية وقال أَنَسِيْتَ أَنَسِيْتَ يَا شَيْخُ وَا تَنَسَيْتُ لَيْسَ هَكَذَا قَالَ جَعْفَرَ إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له صدقت جعلت في ذاك هكذا سمعت جدك يقول الرواية واضحة وصريحة لا يستطيع البطائني أن ينكر هذه الحقيقة لا شأن لنا بالبطائني إنه عمار مثل ما قال له إمامنا الكاظم قال له يا علي إنه يخاطب البطائنية وكان مرجعا كبيرا في زمانه من مراجع الشيعة أنت وأتباعك أنت وأتباعك أشباه الحمير ذكروا ذكروا الشيعة ذكروهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنا تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارته واحد من الأعلى أخبر خمس سنو فهي لا تستعجب مش داها قلنا تركب يعني قلاغة أغميشيني كما قلاغة أغميشيني كما قلاغة أغميشيني فوقوش ديخ عربيق ونص عباطل كنا على تفاوك لكم تعرفون لأنه ما رد أجيب الأسماء عربيق قال تركب تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالية لا مو علم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم رواية مهمة جدا هذه الرواية الحسن بن علي الخزاز يقول دخل البطائني على إمامنا الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام لماذا يسأل الإمام الرضا لأن الإمام الجواد وهو الإمام من بعد إمامنا الرضا هو ابن الرضا لم يولد إلا في السنوات الأخيرة من حياة إمامنا الرضا لهذا السبب كانت الواقفة اللعينة تثير هذا الإشكال من أن الإمام الرضا ليس بإمام فمن هو الإمام من بعده البطائني يقول للإمام الرضا يقول للإمام الرضا أنت إمام هناك العديد من المطالب ترتبط بهذه الرواية لكنني لا أجد مجالا كي أخوض في كل صغيرة وكبيرة بخصوصها وإنما سأسلط الضوء على ما يرتبط بموضوعنا بموضوع المهديين الاثنى عشر فقال له أنت إمام قال نعم فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا عقب له لا يعني أنه لا يولد له ولد وإنما لا يكون من أولاده إمام إمامته إمامة أصلية كإمامة أبي إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له صدقت جعلت في ذاك هكذا سمعت جدك يقول في المصدر نفسه في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن الحسين ابن ثوير ابن أبي فاختة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين وإنما ستكون في الأبناء لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب وهذه قاعدة من قواعد عقيدتنا في الإمامة فإن الإمامة بهذه التفاصيل هي التي نعتقدها لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب ومن هنا قلت لكم من أن الإمامة الأصل يكون له عقب إلا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه المراد من العقب هنا الإمام المعصوم الأصل الذي يأتي بعد أبي مثل ما تقول هذه القاعدة ولا تكون لا تكون الإمامة بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب وما جاء في المصدر نفسه أيضا في الصفحة السابعة والأربعين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن عقبة بن جعفر قال قلت لأبي الحسن لأبي الحسن الرضا إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر وهو العاشر في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه قلت لأبي الحسن قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد لأن ولادة إمامنا الجواد تأخرت قلت لأبي الحسن قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد فقال يا عقبة بن جعفر إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم لا يموت حتى يرى ولده من بعده الحديث هنا عن الإمام المعصوم الذي يأتي من بعده وليس الحديث عن سائر الأولاد والأبناء فعقبة بن جعفر يقول للإمام الرضاء قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد إنه يتحدث عن إمام معصوم يأتي من بعده لأن الإمام الرضاء هو الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر فمن هو التاسع لا بد أن يكون من الإمام الرضاء لأن الإمامة من بعد علي بن الحسين تكون في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هذا الأمر يتوقف عند إمام زماننا مثل ما مر في الرواية قبل قليل من أن قائم آل محمد لا عقب له لا يعني أنه ليس له أولاد فإن المهدية الأول هو ولده لكنه ليس إماما أصلا إمامتهم فرعية إمامة المهديين الإثني عشر إمامة فرعية يا عقبة بن جعفر إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى ولده من بعده وولد بعد ذلك إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وتفرعت وتفرعت الإمامة حتى وصلت إلى الإمام الثاني عشر إلى قائم آل محمد الحجة بن الحسن العسكري إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذه التغطية الشاملة لما جاء في النصوص المعصومية الخلاصة الخلاصة المهديون الإثنى عشر مجموعة حقيقية ستكون موجودة بعد وفاة قائم آل محمد إمامتهم فرعية وإمامتهم الفرعية ليست من شؤون مرحلة الظهور المهدوي ليست من شؤون اليوم الأول من أيام الله إنها من شؤون الرجعة الكبرى من شؤون اليوم الثاني من أيام الله نحن نقرأ في سورة الأنبياء في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا الآية تتحدث تتحدث عن ولد إبراهيم الخليل من سارة وليست من هاجر وَوَهَبْنَا لَهُمَّ��운데 Eagles فإبراهيم صار إماما بعد أن صار نبيا مرسلا صار إماما هناك إمامة إسرائيلية وهناك إمامة إسماعيلية الإمامة الأعظم هي الإمامة الإسماعيلية التي تتمثل بمحمد الأعظم صلى الله عليه وآله إمامة الإسرائيليين إمامة فرعية هذه إمامة إسحاقية يعقوبية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدي هذه إمامة فرعية الإمامة الأصلية هي الإمامة الناسخة لكل إمامة أية إمامة عندنا ناسخة لكل إمامة إنها إمامة محمد صلى الله عليه وآله هي الناسخة لكل إمامة وكل إمامة تتفرع عن إمامته وكل إمامة أخذ عليها ما أخذ من العهود والمواثيق أن تكون تابعة للإمامة الأعظم لإمامة محمد صلى الله عليه وآله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هذه الإمامة منطوية تحت الإمامة الأعظم القرآن هو الذي يخبرنا بذلك الآيات صريحة وواضحة وقد مرت علينا في الحلقات المتقدمة من أن الأنبياء تأخذ عليهم العهود والمواثيق في أن يكونوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وآله ما جاء في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم فإن الدين منذ زمان أبينا آدم لم يكن كاملا وإنما كان في حالة تكامل إنما أكمل الدين بمحمد وآل محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ورضيت لكم الإسلام دين هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى كل الأنبياء والمرسلين قبل أن يكون موجهاً إلي وإليكم وهو موجه إلى هؤلاء الأئمة أيضاً وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذه إمامة فرعية أيضاً فلنقرأ الآية التي قبلها ولقد آتينا موسى الكتابة فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إمامتهم جاء عيسى فنسخها حينما أقول نسخ إمامتهم نسخ أحكامهم ونسخ دينهم فأين فعلية إمامتهم جاء عيسى فنسخها الإمامة الناسخة لكل إمامة والمهيمنة على كل إمامة هي إمامة محمد الأعظم صلى الله عليه وآله فكل إمامة من قبله وكل إمامة من بعده هي إمامة فرعية إمامة علي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم إمامة أصلية الذي أصلها محمد صلى الله عليه وآله إمامتهم متفرعة عن إمامته لكنه هو هو الذي أصلها فسائر الإمامات الأخرى ستكون فرعية التي سبقته أو التي تأتي من بعده ومن هنا فإن إمامة المهديين إمامة فرعية الأئمة الأصل أصل الأصول محمد صلى الله عليه وآله وهو الذي أصل الإمامة للأئمة الذين جاءوا من بعده هكذا قال لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين والقرآن واضح القرآن واضح في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير ماذا نقرأ فيها وهي صريحة جدا وواضحة جدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأصل الأصول هنا علي لأن الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة تشتمل على التوحيد والنبوة والقرآن وسائر تفاصيل الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير هذا هو تأصيل الإمامة لعلي ولفاطمة ولولد علي وفاطمة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن صريح في هذا الإمامة هنا فرعية في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتابة فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذه الإمامة وغيرها أين تقع بالقياس إلى إمامة علي التي تحدثت عنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد العظمى تساوي صفرا من دون بيعة الغدير من دون إمامة علي فأين نضع إمامة الأئمة هؤلاء الذين ذكروا في سورة الأنبياء أو الذين ذكروا في هذه السورة في سورة السجدة المعنى يتضح جليا فيما ذكر في سورة الصافات الآية التاسعة والسبعون بعد البسملة والتي بعدها سلام سلام على نوح في العالم سلام سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم فإبراهيم من شيعة نوح هذا صريح القرآن تدبروا في الآيات سأعيد قراءتها سلام سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح فإبراهيم من شيعة نوح وإبراهيم كان كان عبدا مخلصا لله وكان معصوما وكان خليلا لله سبحانه وتعالى وكان نبيا وكان مرسلا وصار بعد ذلك إماما لكنه من شيعة نوح فإن إمامة إبراهيم فرعية بالقياس إلى إمامة نوح نحن ماذا نفعل لكي نناقش الذين ينكرون الإمامة نستدل بإمامة إبراهيم الأئمة فعلوا هذا ونحن كذلك نستدل بإمامة إبراهيم لإثبات إمامة أئمتنا أي ظلم أي ظلم هذا أي ظلم هذا لكن الواقع هو الذي يفرض علينا أن نكون في مقام المدارات لعل الناس يهتدون وهذا هو الذي فعله أئمتنا ونحن نقتدي بسيرتهم فإبراهيم إمامته فرعية وهو من شيعة نوح ونوح في رواياتنا وأحاديثنا في هذا الكتاب الرواية موجودة لا مجال لقراءتها إنه الجزء الثامن من الكاف الشريف الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الذي سيشهد لنوح يوم القيامة على نبوته بين يدي الله سبحانه وتعالى حمزة 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 عم النبي وجعفر الطيار فحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق هؤلاء هم شهداء الأنبياء نوح نوح هو أفضل الأنبياء وأفضل أولي العزم حين أتحدث عن أفضلية نوح بالقياس إلى إبراهيم الخليل بالقياس إلى موسى الكليم بالقياس إلى عيسى المسيح فإنه أفضل الأنبياء أولي العزم نحن حين نسلم عليه في زيارته في النجف نقول له السلام عليك يا شيخ المرسلين هو شيخ المرسلين إنني أتحدث عن المرسلين من شيعة محمد صلى الله عليه وآله محمد ليس داخلا في الموضوع فنوح هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد صلى الله عليه وآله من الذي سيشهد له يوم القيامة حمزة وجعفر حمزة وجعفر في الأحاديث أيضا حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون قمر بن هاشم يغبطونه على منزلته العباس العباس بن أمير المؤمنين العباس من شيعة علي العباس من شيعة محمد وآل محمد إنه من عظماء شيعتهم حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون العباس بن أمير المؤمنين على منزلته فأين منزلة العباس من نوح إذا كان الحمزة وجعفر هما الذان سيشهدان له بين يدي الله على نبوته هذه أحاديث العترة هذا ما هو كلامي هذا هو منطق العترة الطاهرة المهديون الاثنى عشر يكونون جزءا من هذه المنظومة إنهم قوم من شيعتنا سيدهم سيدهم الأعلى سيدهم الأعظم هو الحسين الحسين هو الحاكم الأول والآخر وهو الحاكم الظاهر والباطن في المرحلة التي سيكون فيها المهديون الاثنى عشر موجودين لا نملك روايات وأحاديث من أن المهديين الاثنى عشر سيكونون بأجمعهم في مرحلة في مرحلة الحسين صلوات الله وسلام عليه لكن أوائلهم قطعا سيكونون في مرحلة الحسين في الرجعة الكبرى قد يكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله عليه وقد يكون بعضهم وهم أوائل المهديين في مرحلة الحسين أما البقية فسيكونون في المراحل القادمة لأئمتنا لمحمد وآل محمد إنهم الأئمة الأصل صلوات الله عليه إنه من عبادنا المؤمنين الحديث عن نوح ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم المهديون الاثنى عشر من شيعة الحسين قوم من شيعتنا صارت الصورة واضحة أم لم تتضح بعد نذهب إلى فاصل أنتقل بكم إلى العنوان الفرعي الثالث رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة السبعين بعد المئة إنه الحديث الخمسون بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث فالإمام يتحدث عن خروج الحسين في الزمن القائم في مرحلة الظهور المهدوي خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب البيض جمع لبيضة والبيضة هي الخوذة ما يغطى به الرأس في الحروب خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان وصف للخوذ التي يلبسونها المؤدون إلى الناس من هم الذين يؤدون إلى الناس هؤلاء هم أصحاب الحسين الذين قتلوا مع الحسين المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان وهذا هو الذي حدثتكم عن من أن المجتمع لن يتحول إلى مجتمع معصوم ومن أن آثار البرنامج الإبليسي ستبقى موجودة كل هذا مر علينا صحيح أن برنامج إمام زماننا سيتحرك باتجاه تجفيف منابع المعصية والجريمة وسيترك هذا أثرا كبيرا لكن الناس هم الناس وصحيح أن إمام زماننا سيذبح إبليس لكن آثار البرنامج الإبليسي ستبقى موجودة إنما تنتهي آثاره بالمطلق في آخر الرجعة العظيمة في زمان الدولة المحمدية العظمى إنها جنة الدنيا في تلك المرحلة سيقضى على البرنامج الإبليسي بالكامل إنما هي عملية تجفيف للبرنامج الإبليسي في الزمن القائم خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون إلى الناس أصحاب الحسين هم الذين سيبينون للناس هم الذين سيقومون بهذا الدور الإعلامي بهذا الدور التبليغي المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان والحجة القائم بين أظهره إنها مرحلة الظهور المهدوي إنه اليوم الأول فالإمام موجود إنما ينتهي اليوم الأول من أيام الله بوفاة قائم آل محمد والحجة القائم بين أظهرهم فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين قد يقول قائل لماذا لا يبين الإمام الحجة هذه الحقيقة لهم قطعا سيبينها ولكن أصحاب الحسين هذا هو دوره هذا هو دوره فماذا فماذا يفعلون وماذا يصنعون هذا هو دوره فدورهم يكون تأكيدا لحجة قائم آل محمد فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت إذن ستنتهي مرحلة مرحلة الظهور المهدوي وهذه مرحلة برزخية لكي يبدأ اليوم الثاني تلاحظون أن منظومة متكاملة حدثتنا الروايات الشريفة عنها فأين أنتم عن هذه الثقافة يا أيها الذين تقولون نحن خدهم الحسين فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته ليس المهدي الأول هو الذي يفعل هذا الذي يفعل هذا هو الحسين لأن الإمام الأصل يلي أمره الإمام الأصل فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي هذا يعني أن وصية المهديين الاثني عشر وصية فرعية الوصي الحقيقي من بعد قائم آل محمد هو الحسين صلوات الله عليه الكلام واضح تلاحظون أن المعطيات التي عرضتها بين أيديكم متماسكة إلى حد بعيد جدا الحقائق واضحة وجلية فأين تذهبون فأين تذهبون وأين يتاه بكم حقائق الدين هذه في أحاديث العترة الطاهرة التي يضعفها مراجع النجف وكربلا بحسب علم قنادرهم بحسب علم الرجال أقرأ ما جاء من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان مع أننا في أسس عقيدتنا لا يمكن للشياطين أن يتصوروا بصورة الإمام المعصوم يمكنهم أن يتصوروا بأي صورة ويدعون أنهم الإمام المعصوم لكنهم لا يستطيعون أن يتصوروا بصورته الأصل خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان والحجة القائم بين أظهرهم فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت قد يكون بقتل قد يكون بسم مرحلة أظهور المهدوي تكون قد انتهت فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته يحنطه من الحنوط وهو الطيب الذي يطيب به الميت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي قاعدة عقائدية نحن نعرفها في آداب وثقافة العترة الطاهرة أعتقد أن صورة واضحة وواضحة جدا ونقرأ أيضا في مختصر البصائر البصائر في أصله لسعدن الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا أما المختصر فهو للحسني ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس في صفحة الخامسة والستين بعد المئة إنه الحديث الأربعون الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وَيُقْبِلُ الْحُسَيْنُ في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبي هؤلاء أيضا نبوتهم رسالتهم إمامتهم تقع في دائرة التفرع إنه من شيعته ومثلما هؤلاء الأنبياء في فنائه ومن شيعته فإن المهديين الاثني عشر كذلك إن الجميع تحت راية سيد الشهداء فهو الإمام الأصل إنه سيد الرجعة الكبرى ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فلقد بعث مع موسى بن عمران بحسب عقيدتنا بحسب ثقافتنا بعث معه سبعون نبيا ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم الخاتم وهو رمز الولاية فإن الإمام لا يدفع خاتمه إلى المهدي الأول وإنما يدفع خاتمه إلى الإمام الأصل وهو الحسين فيدفع إليه القائم الخاتم فيكون الحسين هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه المطبوع هنا ويواري به في حفرته وفي نسخ أخرى وإبلاغه حفرته وهو أجمل وأليق الرواية واضحة صريحة كلماتها قليلة ألفاظها محدودة لكنها تشرح الحقيقة ببيان واضح وجزل أقول أين هؤلاء المراجع الذين تخبطوا في ضلالهم بخصوص هذا الموضوع عن هذه روايات إنها روايات واضحة صريحة لكنها بحسب علم القنادر ضعيفة السند فماذا نفعل لقذارات ونجاسات المذهب الطوسي اللعين هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة تلاحظون أن لوحة البانوراما تكاملت واكتملت وكل جزء فيها لا يمكننا أن نستغني عنه وهذا أدل دليل على صحة جميع أجزائها إنها لوحة متكاملة متميزة جدا إنني ما قمت بشيء سوى أنني جمعت أجزاء هذه اللوحة هذه اللوحة رسمها أئمتنا صلوات الله عليه نست أنا الذي رسمتها أنا جمعت أجزاءها التي انتشرت ما بين آيات قرآنهم وبحسب تفسيرهم وما بين كلمات أحاديثهم وبحسب تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن صورة واضحة جدا أقرأ الرواية مرة أخرى عن صادق العترة الأطهر ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم الخاتم إنه خاتم الولاية فيكون الحسين هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه وإبلاغه حفرة صلوات على حسيننا وصلوات على مهدينا صلوات على محمد وآل محمد في الصبح إذا أصبح وفي الليل إذا أمس صلوات عليهم مع كل نفس من أنفاسنا ومع كل دفقة دم تتدفق في شراييننا مع كل دقة من دقات قلوبنا مع كل همسة مع كل لفتة مع كل نظرة صلوات 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 تترى على ثرى أفنيتهم هؤلاء هم سادتنا وهؤلاء هم أئمتنا ونحن عبيدهم هل في هذا الوجود أئمة كأئمتنا إنهم أئمة الوجود لكنه كلام يقال لكنه كلام يقال أتلومني 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 ثكلتك أمك في ولاء بن البتول أتلومني أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بن البتول ذق ما أذوق وبعده هذا هو رحيقهم الذي شرفته وشرفته عبر السنين وعبر العقود من العمر ولازلت أشرب وأشرب ذق ما أذوق أتلومني أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بن البتول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فلقد كرعت بحبهم فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل هذا هو مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل إنه داء النصب وداء الحمق حين نسأل أئمتنا أي داء لا دواء له النصب والعداء لهم والحمق إنه الجهل المركب أبرز أمراض حوزة النجف وكربلا الجهل المركب هذا هو الحمق أبرز أمراض مراجع النجف وكربلا الحمق الجهل المركب فلقد كرعت بحبهم بحب محمد وآل محمد فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه وحق الزهراء ها هو هذا مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل فيه دوداء العضال المستطيل المستحيل ذق ما أذوق ذق ما أذوق ذكلتك أمك ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول نذهب إلى فاصل سؤال يتفرع عن كل الذي مر علينا لأنني حدثتكم عن نهاية مرحلة الظهور حدثتكم عن وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه وحدثتكم عن المهديين الاثني عشر وحدثتكم عن رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف نستطيع أن نتصور ولو بنحو تقريبي وجود الحسين ووجود هؤلاء الأنبياء ووجود المهديين في مرحلة الرجعة الكبرى الحديث عن الرجعة الكبرى حديث يحتاج إلى مساحة واسعة من الوقت لكنني سأخذ لقطة منها وأحدثكم كي نستطيع أن نتصور صورة تقرب لنا الواقع الذي سيكون فيه الحسين صلوات الله عليه والمهديون الاثنى عشر أتحدث عن أوائلهم عن المهدي الأول وكذلك الكلام يكون شاملا للأنبياء السبعين ولغيرهم من الأوصياء والأولياء سأبدأ من هنا من رواية أقرأها عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 513 إنه الحديث التاسع والثلاثون وقت الحلقة يكاد أن ينتهي سأقرأ الرواية وسأعود إليها في حلقة يوم غد الرواية مهمة جدا بسنده بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي ومر علينا من أن داود الرقي من الراجعين من الذين سيكونون من أقطاب الرجعة الصغرى من الراجعين مع إمام زماننا ولذا فإن الإمام الصادق يحدثه عن هذه المضامين عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله حينما نسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله حينما نسلم عليه في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ما معنى سلامنا على رسول الله فقال الصادق يبين لنا معنى السلام على رسول الله في صلواتنا في زياراتنا في كل شأن من شؤون تواصلنا مع رسول الله ونحن نسلم عليه فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئم هذه العبارة تتحدث بنحو صريح عن إمامة فاطمة ألا تلاحظون إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة يعني الذين ذكروا في البداية أئمة وبعد ذلك الإمام أجمل ذكر الأئمة من عترة الحسين إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم لأن الكلام هنا إذا لم تكن فاطمة من الأئمة فهي من شيعتهم فلماذا ذكرت في سياق الأئمة صلوات الله عليه لأنها إمام الأئمة لا لعنة على الدين الطوسي لا لعنة عليه سقيفة بني ساعدة سقيفة بني ساعدة قتلت فاطمة قتلت شخص فاطمة سقيفة بني طوسي قتلت شخصية فاطمة وقتل الشخصية أقبح بكثير من قتل الشخص لقد قتلوا مضمون فاطمة اللعناء في سقيفة بني ساعدة قتلوا شخص فاطمة قتلوها تعذيبا أما اللعناء في سقيفة بني طوسي قتلوا شخصيتها يتباكون عليها أمام الشيعة كي يضحك على الشيعة الحمير من أتباعهم سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزل فاطمة أما سقيفة بني طوسي فقد أحرقوا منزلة فاطمة وإحراق المنزلة أخطر بكثير من إحراق المنزل هذا هو الواقع الذي جرى ويجري بين الشيعة منذ القرون السابقة وإلى يومنا هذا إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله هذا ميثاق عصر الغيبة البسملة الآية المئتان بعد البسملة وهي آخر وهي آخر آية في سورة آل عمران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وأن يُنزل لهم البيت المعمور ويُظهر لهم السقف المرفوع هذا في الرجعة الكبرى هذا لن يتحقق في مرحلة الظهور المهدوي هذا في الرجعة الكبرى هذه المضامين يجب على الشيعي أن يتذكرها في صلاته فهل يتذكر الشيعي هذه المضامين في صلاته هذا هو الميثاق الذي أُخِذ علينا وحينما نسلم على رسول الله فإننا نجدد هذا الميثاق هتلاحظون كم أنتم بعيدون عن دين العترة الطاهرة من هنا قال أئمتنا من لم يؤمن برجعتنا برجعتنا الكبرى فليس منا فليس منا إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبر ويصابر ويرابط وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله على جميع الأئمة على جميع الأئمة من على علي وفاطمة والحسن والحسين والعترة الحسينية وهذا دليل آخر على أن فاطمة من الأئمة لأنها لم تذكر هنا مع الشيعة وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك أين تضعون فاطمة مع الأئمة أم مع الشيعة سود الله تعالى وجوهكم إذا كنتم تضعون فاطمة مع الشيعة إذا لم تكن مع الشيعة فإنها مع الأئمة هي إمام الأئمة من ولدها الحسن العسكري يقول نحن حجة الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا برغم آنا في المراجع الأنجاس في الحوزة الطوسية اللعينة وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه السلام على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعس ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه هذا هو معنى السلام على رسول الله في كل صلاة حينما تسلمون على رسول الله أن تجدد العهد بالميثاق بعقيدة الرجعة الكبرى مراجعكم ماذا يقولون لكم من أنها ليست ضرورية وهذا هو الذي يقوله الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى السلام على رسول الله إلا إذا كنتم حميرا تسلمون على رسول الله وأنتم لا تفقهون ما تقولون فأنتم حمير حينئذ بحسب منطق القرآن بحسب منطق سورة الجمعة إذا كنتم لا تفقهون ما تقولون فأنتم حمير وإذا كنتم تفقهون ما تقولون فماذا تعنون بالسلام عنها رسول الله إنها الرجعة الكبرى إنها الرجعة العظيمة سود الله تعالى وجوها مراجع النجف وكربلاء ماذا فعلوا بهذه الأمة أتحدث عن الأموات والأحياء منهم إنهم على حد سواء من الضلالة والجهالة والخبث والبعد عن دين العترة الطاهرة لقد ضللوا أسلافنا وضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا ضلوا وضللونا معهم هذه هي الحقيقة من الآخر وقت الحلقة صار طويلا لزال الحديث يتدافع يتواصل في حقائق ثقافة العترة الطاهرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بن حماسي لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء